النسيج المقاولاتي المغربي في معظمه صغير جدا أو متوسط والقلة القليلة منه تنتمي إلى صنف الشركات الكبرى المقاولات الصغيرة جدا أو المتوسطة التي تقبل على الاستثمار نسبتها قليلة والسبب راجع في ذلك إلى اختلالات الولوج إلى التمويل والمنافسة الشرسة من لدن القطاع غير المهيكل زد على ذلك تعقيدات النظام الضريبي والإدارة البطيئة كل هذه المعطيات خلصة إليها بحث وطني قامت به المندوبية السامية للتخطيط الذي شمل مقاولات في مجموع التراب الوطني أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من في الاقتصاد أي قراءة لنتائج البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول واقع المقاولات المغربية ماذا عن هيكلة الشركات المغربية وماذا اعتمادها على النظم الحديثة للتسيير وما هي الصعوبات التي تعترض طريقها في سبيل الولوج إلى الخدمات البنكية وما هي العقبات التي تقف أمام المقاولات لمباشرة الاستثمار وتقوية مواقعها في السوق للنقاش أستضيف السيد زكريا فهيم وهو رئيس لجنة المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة والكبرى والمقاولة الداتي والعلاقة ما بين المقاولات الصغرى والكبرى مرحبا بك سيدي شكرا أستضيف كذلك السيد محمد شيقر وهو رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال مرحبا بك سيدي وخيرا وليس آخرا السيد إبراهيم جابر وهو مقاول ومدير مكتب دراسات مرحبا بك سيدي إذن مرحبا بكم جميعا إلى هذا العدد الجديد من في الاقتصاد في البداية التقرير كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن خلاصات بحث أنجزته حول أنشطة المقاولات المغربية لسنة 19 و2000 البحث استهدف أزيد من 2100 مقاولة تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات 769 منها تمثل القطاع الصناعي و371 تنشط في قطاع البناء و294 في قطاع التجارة و667 في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وحسب المندوبية فإن المقاولات المستجوبة تشكو من المراقبة الضريبية وتعدد المراجعة حيث يعتبر النظام الضريبي عائقاً بالنسبة لحوالي 60% من أرباب المقاولات وغير مشجع على الاستثمار بالنسبة ل95% منهم وينشبه عدم الثقة تجاه الإدارة الضريبية من طرف 88% من المقاولات كما يشجع على اللجوء إلى ممارسات غير قانونية بالنسبة ل69% من المقاولات ويرى 89% من أرباب المقاولات أن أهجال الآداء بعد تسليم الطلابيات العمومية يشكل عقبة حقيقية أمام تطور المقاولة بينما يعتبر ثلثة أرباب المقاولات أن تعقد الإجراءات الإدارية يشكل عقبة أمام تطوير نشاطهم ومما كشفته نتائج البحث أيضا أن 74% من المقاولات باختلاف أحجامها تعتبر أن النقص في التمويل يعيق عملية الاستثمار وأن 93% من التمويل الخارجي الذي تلجأ إليه المقاولات المغربية يأتي من القروض البنكية وبخصوص سياسة التوظيف تتجل العوائق الرئيسية في نقص النشاط لدى 63% من المقاولات والكلفة المرتفعة لليد العاملة بالنسبة لـ 26% منها وصرح سباة و30% من أرباب المقاولات أن النظام الحالي للتعليم والتكوين المهني لا يمكنهم من الحصول على التخصصات الملائمة في سوق الشغل وأوضح البحث أن القطاع الصناعي يعاني أكثر من عدام الملائمة بين التكوين والتشغيل حسب 52% من أرباب المقاولات العاملة في هذا القطاع إذن تقرير معداد الزميل أسامة أكراوين بدا معك سي زكري يفاهيم فاشا نقوله أو عندما نقول أن 92% من نسيج المقاولات المغربي مكون من الصنف المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة هذا خبر يعني سعيد الاقتصاد الوطني بالنسبة لك أنت كمقاول هذا الخبر كنا نعرفه وذلك هذه ليست شي شيء جديد في الأرقام دينا نقوله 90.5% من المقاولات عند قل من الـ 175 مليون اللي كان نسميه اليوم اللي كان نعطيه الرقم وعملات رقم المقاولات الصغيرة والجيد الصغيرة ولكن اللي هو مهم هي اليوم 90% دي المقاولات عند قل من 10 مليون دي الدرم اللي اليوم كتكون عندها أرقام في الدرائب اليوم قل من 10 مليون ديال الشيف دافير 90% ذلك الأرقام اللي هي محطوطة على أرض الواقع كتبين بين المقاولات الصغيرة هما اللي اليوم هزين البلاد هما اللي كانوا اليوم كيشتغلوا كيفما هو الشأن بنسبة لعدد دي الدول يعني اقتصاد دي الدول جميعا كتبنا على الشركات الصغيرة كما كيقولوا فكتبا قبل ما الشركة تولي كبيرة كتخصاد ديجا احنا دو كاشنا والإشكال دينا في هذا الموضوع اليوم كيفاش نخلقوا مقاولات كيفاش نعطيه الرغبة للناس اللي عندهم مواهي باش يكونوا مقاولين وهذا هو نحن كسجم كبيرنا نقطة الأساسية هي نفتحوا هذا الفضاء ونبينه بنا مقاول مشيها قصاد يكون عندي الأموال ولا قصاد يكون عندي الأب ديالي عنده مقاولة ولا هي مهنة اللي كانت تبدأ في فاش نكون في الدراسة تدرس في المدارس تدرس وفي الميندسيت اليوم عند الشباب ديالنا يفهم بنارى هو كشاب لكن عنده طموع يقدر يدير مقاولة له حيث البيئة اليوم المقاولين كان بزاف ديال الأشياء اللي اليوم نقدرون نشتغلوا عليها ونقدرون نواكبوا بها المقاول لما كان شدي عشر سنين خمس سنين فاليوم بزاف ديال الشباب ما عارفين شديد شي كلهم فوق لهذا سيكونوا على التواصل كبير باش الناس يخرجوا من هاد النظرة بأن المقاول راهية قصة ديال الفلوس إلا ما عني سر مقدرش ديال مقاولة ديالي طيلا قنسي شيقر من الأرقام اللي خرجت بها ولي خرجت بها البحث ديال أش سي بي المدوبية سمية التخطيط يعني النسيج المقاولاتي في المغربين تكا اقتصادي كيفاش كتشوفوا القراءة العلمية والاقتصادية أنا كنلاحد أساسا غير تركيبة ديالو تركيبة تركيبة كما قد تكلم معي أخفهم كانت معروفة ولكن اللي ما كانش معروف بطريقة مدققة بالنسبة لربما المتتبعين هو أن في ذلك 93% من المقاولات أنا كنقولها الصغيرة جدا المفهوم الحقيقي هو في منتهى الصغر المقاولات في منتهى الصغر والصغيرة والمتوسطة 93% فيها 64% في منتهى الصغر أنها مقاولات اللي عندها أقل من عشرة ديال المستخدامين هذا إشكال هذا بالنسبة لنا لأنه خصوصا أنهم كانوا أخذوا التعريفة اللي أعطينا التعريف اللي أعطيها المندوبية كانوا أخذوا بأنها بالنسبة لفي منتهى الصغر أنها عاملة أقل من 3 مليون وعدد المستخدمين أقل من عشرة فهذه كترح إشكال من ناحية ديال تشغيل من ناحية ديال تقطير من ناحية ديال منافسة من ناحية ديال القدرة الاقتصاد على التنافسية وهناك يترح واحد من مشكلة أساسة بالنسبة لها أنا شخصيا لأن في الاتجاه اللي قال الأستاذ أنه ممكن لنجد رقع اللي عنده واحد المستوى واللي مقاولة المقاولة 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 ملاكة لا تتقلاش في المدرسة نحن كانوا أسمح لي لأننا كانوا معروف معروف مقاولة كبار اللي محمول كانوا في المدرسة أو كانت دراسة دياله محدودة المدرسة كتعطيك تقنيات كتعطيك ولكن ما كتعطيك جدك الملكة ربما يكونوا الستناءات هذو ولكن ما كتشوش بأن التوجه أنه إلا بغينا نحروا المبادرة الحرة في هذه البلاد أنه تقول لي الفعل المقاولتي يقول لي بحلة مادة تدرس يعني في صفوف متقدمة أنا شخصيا كأستاذ أنا كندرس في الجامعة شخصيا كأستاذ أوكيدوا لك بإنما يمكنك شيء تقري تدرس تخرج بالديبلوم هذا مقاول رجل أعمال لأن المقاول يجب أن تفقعد عليه منظر لي منظر لي الشخصي أن المقاول هو كما في السرة هو عرفه شون بوتر هو هذا الإنسان الذي يسورياليز هذا الإنسان يأخذ مبادرة في أعلى مستوى الإبداع أما هذا الذي يأخذ أرض ويبني فيها ويبع هذا مقاول هذا السنوم رجل أعمال ولربما إذا كان في القطع العقاري رجل يكون مضربتي فليهذا لا بش نتفقنا أنه أساسا إذا بغن نهدو على المقاول المقاول عنده تعريفة دياله واضح بش نتقدمه في النقاش لأنه البحث في واحد عدد الإشكالات التي ترحى أستاذ جابيري أنت مقاول وش كتشوف في رأس كفض النقاش حول حول يعني بحل قتيل هيكلة والتركيبة هذه المقاولات في المغرب نسيج المقاولات سؤال لابد من الإشارة إلى أن البحث أشار إلى تموقع الشركات أو المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في واحد المحور ما بين طنجة والدار البيضاء إذن هنا كنمشون المناطق لمشارج لها البحث أو اللي ضعيفة فيها للاستثمار المقاولاتي في المغرب هذا مهم نحن مقابلين فقط نعطي الكلمة من بعد مقابلين على ما يسمى الجهوية المساعة وما يمكن لك تشتغل على جهوية المساعة هذا إشكال كبير تماما نكمل على الكلام أنه بعض الجهات وأشرت إلى الجهوية المساعة بعض الجهات لما تلقى شخصها في بعض القطاعات والبحث أشار إلى أن هناك قطاعات اللي عندها مستوى ضعيف كالقطاعات الصناعة أو للقطاعات كالخدمات ما كانش واحد تطوير المقاولات المحلية كيف أشرت للرقي بالسكان أو بالشغيلة المحلية وبالتالي سنقوم بالقاو بأنه المحور طنجة الدار البيضاء هو اللي يرقى شيئا وتمركز الأطور فيه ومشي غير المحور غير بعض النوقات اللي كتسمى الباسان دوت خافاي اللي كنمشيو الطنجة كنمشيو اللازون فرانش اللي كنجو القنيترا كالقاو واحد النقطة أو واحد المنطقة محددة اللي كنجو الدار البيضاء كالقاو تكنو بوليس والمنطقة الصناعية إلى غير ذلك ما دون ذلك إلا نزلنا للجنوب ما كان أضيف إلى ذلك أنه التقرير أشار إلى يعني العشرين سنة يعني الماضية هي اللي عرف فيها للقطاع دي المقاولات وحضرت في فع كثير وهنا كنرجع ودروري انفتاح بلادنا على الموحيط ديالها انفتاح بلادنا على إفريقيا المبادرة اللي قام بها جلالة الملك سواء يعني في إفريقيا إلى غير ذلك يعني هناك نقوله في هذه العشرين سنة يعني الماضية وخاصة في العشر سنوات كان خلق أكبر عدد ديال الشركات باش نتقدمه في النقاش والسيد فاهم يعني النقطة اللي شار لها التقرير واللي خرج بها هو أنه المقاولات الصغيرة لا تقبل على الاستثمار مقاولات الصغيرة لا تستثمرش لأسباب عدة انتوما في المتحد على المقاولات المغرب يعني هل تتفقون مع ذلك الأسباب غادي نعود عادي نشير لها إقبال الشركات الصغيرة على الاستثمار شو سر رجع لك النقطة بس كأساسية باش تفهموا على احنا كسي جوم كن آمنو باننا روح المقاولة كي تدرس بلسانس بوزيت فعلاش حت كينا واحد واحد لكونتاجون تقدر انا نواكب الناس اللي كانوا اللي كيدخلوا فششوف هذك اللي لانصها فيس بوك ما كانش قال غاندير فيس بوك باش نكون انتخابخنا وكن الفضاء ديال اللي كانوا فاش ولاتفكرة عندها سوق ولا بزنس دوك حناش كانوا يقولوا إلا في الدراسة وليت كان عطيه مجال باش لوحد اللي با عنده فكرة وبغي بغي يمشي في هذة الفكرة ديالو يعرف بنا غان نعتاول الفضاء افكتما كل شيء ما يقدرش مقاول وكن هذا الكونسيبت أو المفهم ديال ان الفكرة تكسبوا ذهبا ممكن حتى في فرنسا ما كنش كين في الولايات المتحدة الملكية فرنسا ما كنش فما بالوك في المغرب لا أوروبا واختمات وخا فرنسا كانت نشتغلو دابا اليوم عندهم نمبر وان في المقاولين الداتيين وفي الأرقام ديال الناس اللي كان فلا خياسون ولو نمبر وان رقم واحد في أوروبا نحنا ما زال كان نشوفه منظور ديال الفرنسا في ذكش في الثمانينات هم رقم واحد بزاف ديال علاش كين أوروبا كين السوق العلم اللي يعطاهم واحد دفع ذو بشغل المقاولة الصغرى احنا فاش كنشوفه فاريق دون فالتمويل فاش كندلوا دراسات كالقوا بنا المقاولة الصغرى اللي هي قل من العشرات المليون يلا عندها ديال الشيف دافير يلا عندها سبعة في المية ديال ثماني في المية ديال القروض اللي يعطاهم للسوق كيقولوا بنا خمسة وعشر في المية كيمشي للمقاولة الصغرى ولكن هذه المقاولة الصغرى اللي هي كاتمشي في الأرقام ديال الأبناء مية ومسا سبعين مليون كالقوا بنا الكثير ديال هاد التمويل ديال هو ماشي بلغ كبير بالنسبة لذلك اللي كيتعطا كيمشي المقاولات اللي هي ديال الكبار في المقاولات المتاول السيطاء اللي كتقارب ما بين خمسين مية ومسا وسبعين مليون والمقاولة الصغرى اليوم ما كينش لهذا احنا اول حاجة نشتغل لها في سمول بيزنس عكت باش نكونوا فاعلين في هذه نظام جديد اللي اغنية والناس الفقراء كين واحد ضغط اليوم كبير في المجتمع اللي خسن نشوفو وكيفاش غادين نواكب هاد الناس اللي اليوم باغني شتاغلو باغني ديرو المقاولة الصغرى علاش عندها اشكال كين اللي عندها اشكال حيط اليوم احنا كنشوفو بينا كين وصلوا لوق ديال سكونا بال الترسميسون ديال المقاولة ديال الجيل اللي اليوم ما مستعدش ياخد المقاولة كيفاش نساعدهم وعندك مقاولات اللي فكتما ما كي وصلوش للسوق ديال التمويل علاش انت مضامنات انتم اكتحاد عن مقاولات مغرب طبيعية الحال فهي يعني كنتمي لكم يعني كيفاش كتشوفو الرقم ديال 8 5 ميون المقاولات الصغرى غير راضية على الخدمات البنكية واش كين نقاش ديال اليوم فسي جوام باش انه يعني ارتبطا بالخطب الملكي باش انه يكون هناك نوع من ارتقاء بهذه الخدمات يعني يعودوا يقدوها ويصوبوها على اساس انها طرق الزبون ديال المقاولات الصغرى لك ابناك حتى هذه الارقام معروفين باش كيكون واحد اشتبي كي حتى الارقام هو اللي هو مستقيل كتعطي واحد الفكرة بنار ماشي المقاول اللي كيهضرو لالأبناك دونك هيا فالأرض الواغي عش غير دونك ابناك اول حاجة قالوا انا ندير فون باش نقدر نواكب يقولوا اليوم مليار غدي ويوصل 10 مليار ونقدروا بلفي ملتيبليكاتور يوصلوا الـ 12 مليار دونك سوف يخرجوا الفلوس باش يعطيو انا اول حاجة قلنا ندير اندفن المقاولة الصغرى باش نعرف تعريف تعريف حيث المقاولة اللي عندما بنسفر ومليون درهم ديال شيف دافير ماشي اللي عند مية وخمسة سبعين كنا دائما كندخلو فهد 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 مقاولة صغرى رمشية مقاولة كبيرة مصغرة عندها الديان ديالة عندها الاشكالية ديالة دوك إلا ما فهمنا شاكتش ولقينا النقاط اللي غادي يساعدوا المقاولات بس كاليوم خصوم فضاء كنا ندروا عن الانفير الموضي زافر اليوم مقاولة صغرى عندها واحد ضغط كبير ديال اكساسوال نقطة 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 نشتغل ونقول اليوم نحن في فلاسيجوم نقول إلا نجعو تكون لدينا مقاولة سيستامي لا تكون لدينا مقاولة كل واحد يبنش نقطة ويكون كل شي مجتمع نقطة نخدم على جميع ونكون لدينا اتجاه واضح صفاه هم في عندك الشي قريدا هذا الرقم ديال 58% لا الموضوع سؤالي و58% تهدرو على 58% من المقاولات الصغرى غير راضية عن الخدمات البنكية وهذا السبب الذي يجعل المقاولات لا تقبل على الاستثمار كيف تقرأ تهد على تشغيل وعدنا ندوز التمويل أول بعد من تهدرو على تشغيل لأن كان إشكالية كبيرة كان يلاحظو هو أنه لدينا 93% المقاولات في منتهى الصغر والصغيرة والمتوسطة مبدئيا هي اللي تخلق التشغيل لأن الاستثمارات دي لهم با كابيتاليستيك مكتل شوح الكلفة كبيرة دي لرأس مال ما يلاحظ أنه المقاولات الكبرى هي اللي تخلق التشغيل في المغرب على حساب بلغت هذه النسبة 90% لدى المقاولات الكبرى والمقاولات الكبرى مباشرة لا تساهم إلا في 7% من مجموعة المقاولات هنا إذن إشكالية اللي كان عندك في التقديم المهام اللي عندك هو الربط كيفاش يمكننا نربطهما بالمقاولة الكبرى والصغيرة لأن هنا كان لكي طرحة السؤال وش نبدأ بالدجاجة ولا يكون عندنا الفلالس أو لا خسنا نجبر شي حل هذا هذا نقتل بالنسبة لي أساسية ولكن اللي مهم في التشغيل ناخدوش حكة ناخدو الإحصائيات ديال صندوق الضمال الاجتماعي المصراحين بهم من المستخدمين 3 مليون و380 ألف اسمع لي هذا مزيد إذا أخذنا الموظفين ديال الدولة ديال الدولة مشهد الحكومة بما فيهم الجماعات والقطاع العمي 800 ألف 3 مليون و3 مليون زيد عليها 8 ألف و41 مليون ومئة عدد سكان ناشطين شحال ما يقرب من 12 مليون إذن هذا يخص 25% أين هي 75% حينما نقول المقاولة التي تخلق الشغل أتسأل المقاولة التي تساهم إلا بأقل من 25% واضع فيما نمشي للمسؤال يحاول الخدمات البنكية الموضوع نريد أن نضروف بخصوص المقاولة 25% دي المقاولة الصغيرة غير راضية على الخدمات مش حاجة بحاجة المشينا التمويل أولاً نلاحظوا بأنه التمويل الأساسي هو الأبنك مشار إليه في 93% الأبنك الأسباب وهنا فين كالنقطة أساسية التي ستدفعنا نفكره لأننا نفكره أخر وكما نقول بعدها هذه نأخذوا الأسباب التي تجعل أن المقاولة لا تأخذ شيء للبنكة أو لديها إشكال مع البنكة أولاً اللي يجب الدرجة الأولى هي نسبة الفائدة تانين هي الضمانات وتالتان اعتبارات دينية وش حال كين 40% فائدة 34% ضمانات و33% اعتبارات دينية فيمكن فيها 58% ولكن لدينا بنوك تشاركية لا وعد بدأت بنوك تشاركية عن أفضل من عام العمل لا يوجد هناك مواد منتوجات 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 ستمار الشركة لأن البنوك تشاركية لا تقوم بهذه المدية لأن مساعدات ومواكبة المقاولات تلاحظ بأن اعتبار الدينية 33% تلوت دي المقاولات في منتهى الصغر والصغر لا تنمشي لأبنك باعتبارات تقافيات دينية هذا إشكال بالنسبة لي إذن مباشرة 58% يمكن يكون منهم هذي الناس لأن وشن هو الخدمات البنكية وشن هو الإشكال أغير راضي على الخدمات ولكن أغير راضي استهلكوا هذه الخدمات وهم عندهم خرجوا بانطباع أن هذه الخدمات غير في المستوى المطلوب أنا فقط نوجه لك لا واحد في هذه الاتجاه كذلك ونقطة أساسية لأن هذه الدراسة كان بالجانب الذي قال الأستاذ بيننا أشياء التي كانت معروفة غيزة تأكدات هناك أشياء التي تدفعنا نطرحها أسئلة على مستوى التمويل اعتبار أن الأبنك هي التي تمويل كتر من 90% واعتبار لهذه الأسباب نسبة الفائدة الضمانات واعتبار الدينية منك نمشي لتشغيل الأسباب التي يروج لها بأن هي التي لا تساعد على التشغيل ملاءمة تكوين ما بين ولكن في الحقيقة قبل أن أعطيك فرصة أن ندروع التشغيل لتنمشي مرحلة بمرحلة نتقوف مسألة المتعلقة بالتمويل كم مقاولة ومشاكل المشكلة المطروحة عندكم أكيد مطروح عندنا أشارت أحد تدخول في برنامج إذاعي في 2017 بأن الأبناء لا ترقع إلى مستوى التطلعات الشركات الصغيرة جدا أو المتوسطة نظرا كيف تفضل الأستاذ الكريم أنه تطرق للضامنات في المقاولة الصغيرة جدا التي تشغل أقل كيف تطلب منكم كضامنات رحن العقار أو السكن في حالتي كنت تملك أنا مؤخرا توصلت لأ بعد عندي منصم الماركة بيبليك لخصول منصم كيف تعرف الجميع أو الجدول الجميع التي قمت بها في ثلاث سنوات الماضية التي ترغب بانكار لا تخدم نوتيفكاسي أو رسالة من بعد الخطاب المالكي الذي أشار إلى انخيرات الأبناء في تمويل المقاولة الصغيرة والرقيب الاقتصاد الوطني إلى أمام تخدم نوتيفكاسي وفيها انجاجمان صوليدار دي الجيران فيها إيبوتك ولا رهن على الشركة فيها رهن على العقار الخاص بالسكن مع ماياً جميعاً لتحضيرات الشهرافية الممتابعة سننقوم بالفعل والفعادة سنوات الجميع المتابعة سنجھت من ماياً يمكن أن نتعامل المتابعة سنجد مجموعة قد نتعامل المتابعة يتقامل أمريكي المتابعة حق المقاولة الصغرى ولا ترقى إلى المستوى التي تطلع أدي الاستثمار هذه نقلك هذه الإشكالية السفاء ونعطيك فرصة تجاوب عليها فقط مشاهدين نأخذ فاصلا وبعد ذلك نستمر في النقاش مشاهدين نعود من جديد في الجزء الثاني في الاقتصاد وموضوع البحث حول واقع المقاولة في المغرب الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط للنقاش يحضر معي هنا في أبلاطو الرباط السيد محمد شيقر وهي رئيس مركز الدراسات والبحاث عزيز بلال والأستاذ إبراهيم جابري ومقاول ومدير مكتب الدراسات وزكريا فهيم ورئيس لجنة المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة والكبرى والمقاولة الذاتية والعلاقة ما بين المقاولات الصغرى والكبرى في الاتحاد العام المقاولات المغرب سي زكريا فهيم كان سي جابري يتحدث على وحد عدد الإشكاليات التي عندها على قبل شروط حقيقة صعبة التحقيق المطلوبة هذه النقاش والإشكاليات قد ترحوها النقاش بصبولها حلول النقطة الأولى التي أشارها حيث هو التكلم من عدد كان بعض الأمور التي لديهم المهنة يسهلون تمويل المقاولات الصغرى كانوا في المقاولات الصغرى كانوا في المقاولات الصغرى كانوا في اليوم دخلوا في السرع لكي يأخذوا المهمات الصغرى ونحن كسي جوام يجب أن نفعل هذا التواصل كانوا في المقاولات الصغرى لم يكن في خباره لكي لا يكون لقاء مع البنكة التي لم يكن لديها التعليقات التي يمكنها إعطاء هذه المعلومات والنقطة الأساسية للمقاولات الصغرى التي أشتغلتها بثاف كانوا في المقاولات الصغرى يجب أن يفهموا ويأخذوا مواكبة لكي يكون مواكبة لكي يقوم بلونه لكي يجب أن يكون كوميرسيال لا يكون لديها هذه النقطة لكي يدفع هذه المقاولات الصغرى إيجابنا بالنسبة للسرتيفيات أو لكي تبعو كي ما هو خبرة لكي يتمكن في خبرة ويجب أنه يطلع فقط يجب أن يكون عنده هذا التساؤل على هذا المقاولات يريد لكي يمكن أن يكون المقاول يكون عنده سواء لا فيدوسيا سواء الإكسبر كونتا باش من اللول لالي كونت ديالو يفهم بالنارة إلا ما كاش عنده الحساب وقف مزيان ومدقق رفش كي مشي عنده بنكا بعمرات كيكون عنده إشكال باش يبين كيقول لرا عند كان ديروا واحد بيزناد خمسة ولا ثلاثة المليون فاش كتجي الأرقام كتلقى جوجسونس كيقول لرا هذا مدرتوش ولا هذا رانسالي دون كيقول لرا عنده يعني المسؤولية دي المقاول في الإشكاليات المطروحة عنده ركين قد نتكلموا على الاخر ديال هاد الناقش احنا كنواك بهم باش تاهمه يفهموا بنا را لما كتكون شار البنكة اللي ما ديراش الخدمة اللي كنت مقاول في بعض الحالات را ما تدير لها دخسان احنا نساعدو باش يوجي دراسو باش فاش يوصل احنا دابا كنشتغلو باش يكون ديك اللغانكينج دابا لكي يعطي واحد الكاتيغوري للشركة باش تبغي تاخد تمويل علاش اليوم مقاولة كبيرة فاش تقول بنا هي عندها كاتيغوري أليف ما تعتعطيش ضمانات وولا كانت مقاولة صغراء وخيكون عندها كاتيغوري أليف صدق مع عنداش الريسك ديالك يكون قليل كنت تطلبو لها النفس تكشيلي لشعري دابا دونك هنا كنقول هاد دو بوا دو ميوزيو ما خساش شبقه دونك لهذا احنا ندافعه باش ن باش ن ستشيلي واحد نقطة مهمة تندون غادي تطرقك وغادي تعطيك فرصة أنك تحدث لها وأنه من بعض الأسباب اللي كتخلي أن المقاولة الصغيرة ما كتكونش مقبلة على الاستثمار هو التعقيدات ديال ديال النظام الضريبي في المغرب إلى أي حد أن التعقيدات النظام الضريبي في المغرب ممكن تكون مؤثرة سلبا على المقاولة المغربية بالخصوص الصغيرة أنا كنظم بالأساس لأخذينات ضاربة إشكال كبيرة وعلى مستوى النظام الضريبي في المغرب بأنه ممكنش هناك واحد استقرار في المنظومة الضريبية هذه من النقاط كالنقاش مؤخرا نحو الإصلاح وذلك إصلاح الدين الآن كي نتوجه نحو الإصلاح ولكن كي يبقى دائما إلى حد الآن فمثلا تنصروا على المالية الحالي 2020 لازلت الدولة ولا الحكومة لازلت تنخارط في هذه الاتجاه وهذه تعقيدات بالأساس مثلا المحل دا بنا أخذو المساهمة الأدنى لحد الأدنى فيما يخص شركة الضريبة على الشركة كيف ما كانت الموضعية ديال كانت تخلص إلى خرجتي على ذاك الفترة ديال الإعفاء كيف ستخلص واحد المبلغ ولا ربما أنا عندي جريبة فهذه القضية هذه متين على مستوى ما يعرف من النشر بالنسبة للأساس كتزبر بأنه من ناحية ديال لا من ناحية ديال بالخصوص لرقم وعاملات مثلا كتزبر بأنك تتفرض عليك تخلص واحد المبلغ اللي النشاط ديالك ما موخدش بعي الاعتبار في نوصل تفعي على مستوى النشاط إلى غير ديالك وهذا ولكن الأساس في هذا الشيء كله أنا بالنسبة لي اللي كي تلاحظ لها القضية ماشي في التعقيدات لأن القضية في توضيح المنظومة في توضيح الرؤية فمثلا تأويل قضية ديالتأويل مثلا كتزبر قانون الواحد اللي قد دي أول القانون هو رجل الإدارة حتى لاحظ بتلون تهي حجاجي لغير ذلك بك يقتنع شيء والآن في المشروع بغير يخلقوا واحد بغير يدوي بغير يدوي يعوروه لأنه قبل من يكون صحيح قبل ما يفرضوا على يحد المبلغ الذي يجيب أن يدي المقاولة يجيك عنده الحق في التفاوض مع من مع مفتش إدارة الضرائب وهذا يترح إشكال الأساس لأنه القانون يسمح الإدارة الضربة يسمح لها مثلا بتنازل على المجوراتيون ولكن لا يسمح لها بالمساز بالمبلغ الأساسي الضربة الآن ستتخلق إشكال أولا من هذا الباب ثانيا أن المفاوض هو في نفس الوقت حكام وخصم هذا إشكال كبير وكاننا بغيت نرجع لا يزيد على خاطرك لربما ننتظر القانون الإطار لكي نعرف في رحنا ماشينا أنا كان نرجع دائما لتشغيل أنا قلت لك بأنه لأخذت مقاولات بصفة عامة يالله كتساهم في تولوت تقريبا 30% منه كان بحث على الباقي لكي 8 مليون في ناهية كان جبر أن مليون زياد مليون ومئتين ولا مليون وخمسمائة البطالة عاطلين وكان تسأل عن الباقي إنه الباقي يوجد ما يقرب مليونين وخمسمائة ألف فيما يعرف بقطاع غير مهيكل أوليني زيلي أنا بالليس لأ لأنه نصرح النقطة اللي أساسية لكن ما نتبهناش لها كان أخذت جوجد المليون ونص ومليون ونص هي قريبا واحد أربعة كي يبقى ولي كي يبقى واحد مجموعة دي لها أربعة المليون أخرى فينا في الأول من كان نمشي لنسبة تشغيل كان جبر بأن لتو دومبلو دي الإمراء لا يتجاو 19% أن ما يقرر من 80% للنساء المغربيات يوجدنا في بيوته فيما يعرف باقتصاد القبو وكان جبر واحد للمجموعة أخرى من النساء بالخصص ما يعرف بالفرنسية بليفام ميولي كان جبر من خدامين في قطاع الممنوع التهريب فهنا في الإشكال واش فقط يجب أن نركز فقط على 30% ونترك 70% أو لا يجب أن نركز على 70% قد نجيلي في قادم النقاش هو في النقطة المتعلقة بالنظام الجبائي واش أنتم كمقاولين تكمقاول صغير واش كتحس بأنه يضغط عليك وأنه كحد من التطور بالطبع أنا حقيقة أحيل المحتوى السؤالي المجاء في البحث للأرش سيبي هو بعيدا على لغة الأرقام وبعيدا لأنه لغة الأرقام لم أعطي الأكل عبر السنوات نسمع الأرقام وتنسمع الإحصائيات ولكن الواقع شيء ولغة الأرقام والستراتيجات وما يوجد على الورق شيء جميل جدا والذي قرأ الورق والتوصيات والمناظرات يقول لك هذا البلاد ما كان شيء مشكل لكن لنجوا على أرض الواقع رتلقوا واقع مختلف تماما لتنطلب وزعم وليتنحول اللحو بخصوص النظام الجبائي هو ما صطر في المناظرة الأخيرة ماذا يصحر هذا للتفعيل والتطبيق والمراقبة في أرض الواقع؟ لا أحد ترنا مناظرات صرفت عليها العدوان لا أريد أن نصحح وأن تتنزيل مخرجات المناظرة ستتم على خمس سنوات وقالون المالياء بدار بدايات ولو محتاج ما كيف قالوا بعض المهتمين ولكن يجب أن ننتظر ربعات سنوات أخرى لا أريد أن نستطيع أن ننتظر ربعات سنوات خمسة سنوات ولكن جدول الزماني لتنزيل هذه المناظرة في العام الأول قد بدأ تبان الأبجادية دياله أو قد بدأ تبان المعالم من نجاح دياله أو الفشل دياله لا أحد يلاحظ هذا الشيء على الأرض الواقع لا أحد يلاحظ هذا الأرض الواقع يمكنش تقول لي بدأه في العام الأول في التنزيل وهو ما كانش القانون الإطار على أي أساس ولكن إلا كان قدامت تشتغل عليه لأن المشرع شكونا هو ماشي الإدارة ها إذن إلا كم شرعت إلي شي حاجة من بعد وجبرت بناتش اللي اخذتي كإجراءات ضريبية لا تتمشى والقانون الإطار سنعادة نتراجع عليها كان المناظرة اللي دارت هذه خمسة وعشرين عام دارت في عهد الراحل المرحون الحسن الثاني واللي خرجت بتوصيات جميلة جداً والنص مدار والنص كان هضروع على شي حاجة اللي يريد أن تنزيل على الأرض الواقع نبدأ ونشوفه شكل يبلور ويصهر على تطبيق وعلى الإنجاز هذه التوصيات كان هضروع على الضرائب ضرائب المداخل للدولة يا إما من الأجور تقطع طعم الأصل يا إما من هال 93% اللي تشكل ناسج 93% دي المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً يعني هما اللي يصهروا اللي يتمولوا هادشي وكتمشي تقطعط عليهم أنا رجعوا الأداء اللي تشكلته هو عرق على كبيرة أنا نظروع على الأجال الممددة دي السادات اللي عنده تأثير على الضرائب وكتأثير على الضرائب وكتأثير يعني أنتم في السجواء متحد العام المقاولات المغرب هذا الموضوع دي التعقيدات هل تتفقون بعدها على أن النظام الجبائي معقد بالنسبة لكم وشكال طالبه وشني المطالب دي لكم باش أنه لك المعقد أنه يكون أقل وتعقيداً بالنسبة لكم ونعود أن نذكر بأن اليوم بغينا يكون عندنا هذا النموذج ينجح يجب أن نفعله جديد بجديد لأننا دائماً كنا نأخذ القديم وكان نعود أن يجب أن نفكر جديد يجب أن نفكر جديد والناس جديد وإذا أخذنا الناس بحالنا وكنا نحن نعطينا الرؤية ونرى ونرى ما سيستفد بيوم رأسي الجيل اللي جاي اللي سيستفد نكونوا نبنيوا هذا النظام لهذا الجيل القديم والجيل اللي جاي لهذا احنا نأمنوا بنا اليوم إلا بغينا أن نفعلوا وبغينا أن لا نبقاش عندنا هذه الإشكالات اللي متروحي لنا اليوم كنا نقولوا بأن كل واحد يأخذ بحال في الأوركاسترا كل واحد يأخذ البرتسان ديالو ولكن نشتغلوا كفارق واحد نحن نقدموا السمول بيزنس اللي كان بالنسبة لنا هي لفيدوهود بس كنا ستشتغل على تسعود و تسعين في المئة ما شير؟ تسعود و تسعين في المئة قبلنا تسعين تسعود و تسعين في المئة لقد قدم تسعين في المئة و يأخذ Willow أعطينا و تسعين و كانت شاركة ما بين القطع الخاص والدولة سوف نستطيع الوقت وفي نفس الوقت هذا الوقت الذي نعمل عليه ستكون لديه الصفة العامة لكي إذا كان شيئا ستغير نستطيع الوقت ونغيره في نفس الوقت لا نستطيع قانون الجيل القديم كان نوقفه بحل سافي مبنيه في الماء لا نستطيع تغيره إذا نريد أن نجحه نحن نخدمه على خمسة در النقاط نفو موديل اللي هو يكون عندنا يكون سهل ونعطيه نفس جديد المقاول سوى يبدأ سوى يكون عندنا واحد لاكسي ومقشي تسويق يقولون وعندهم 20% التسويق لي هو ما عندنا شوى ما عندنا شوى ما عندنا شوى يمكن أن أعطينا الأرقام ما عندنا شوى يستفد من الأطور المقاول لأنه يفهم بنارات السوق يتغير تسويق والناس الخدامين عندهم وعندنا النقطة هي الإبداع لأنه يجب أن نبقى في مغرب يجب أن نعمل ويجب أن نعمل ويجب أن نسهل ونحن نأمل لا يجب أن يكون هنا في الأبناء لماذا؟ مالك مع قانون كما كانت قانون وهو باستخدام هناك مقاولة صغراء لا ننسى ويجب أن تتعطي 30 مليون لأنه يستخدام لدينا فكرة جيدة كمشي الأوروبا كمشي الأمريكا لدينا الأفكار الجيدة في المغرب بقى الحد لان ما كتنبعش ملاهة نحن نحاولوش الجعابة ونعمت مولات قبل منا كيقولك لحنو تدير الدار والدار ما تديرش نحن نحن اليوم سيلكونت خير صحيح لك عندك فكرة ما كتقدرش تبيعها وتبين بنايه اللي غادي تطلع واضحة أستاذي نبين مهندة رجوع المقتل اللي انت بغيتي تركت على المزان ونبغي نعطيك فرصة مرة أخرى بس زيد تشرحها لنا أو على الأقل تعطينا أشنهما الحلول ديالها اللي هو المرتبطة بأن الاستثمار دائما يعني بالنسبة للمقاولة الصغيرة يعني ما كتمشيش ليه السبب آخر وهو أنه هناك واحد مزاحمة واحد منافسة غير شريفة وغير متكافئة من لدول قطاع غير المهيكز في نظارك كيفاش نكلينا في نظارك يعني وشخصنا الحارب وهذا القطاع كيفاش نتعامل معه لا اسمح لي هذه ربما نستفز لكم نستفز لإخوان أنا كنظن الطبيعي هو الغير مهيكل اللي اسمحتي ليها الطبيعي هو الغير مهيكل هو الغير مهيكل بنسبة لك مهيكل المهيكل هو اللي بحال ذاك الغراب اللي بغي يدير المشيد الحمامة لأنه على مستوى المهيكل ماذا نلاحظ لأنه ملاحظة أساسية لأنه ممكن نظروع على غير المهيكل والمهيكل لكن تدخل لأنه التعريف الغير مهيكل بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط هي تلك المقاولات لأنشطة القيمة المضافة ديالها غير مسجلة على مستوى المحاسبة الوطنية هذا باش نتفاهمه إذن معناها بيننا ودجا هاد الناتجة الداخلية الخامعة لنا اللي سوزيستيمي ماشي هو لا يعكس الحقيقة ما ننتجوه منه مني كناخد هاد هاد الفكرة اللي هي أساسية أنا ما كنضنش حتى في إطار القطاع المهيكل كاللي كيستعمل كيستغل غير مهيكل هذا هو اللي صعب مثلا كنتمشي كنت بغي تشتري تليفزيون كنتمشي عند مهيكل عنده كي يخلص ضربة دياله وعنده لعمة محاسبة دياله كتقول له ما تلينش حال هادك تليفزيون كي يقول لك هاد رعب 12000 درم كتقول له بززاف عليك كي يقول لك سهلة نخليه لك بعسرالف ولا كيمدون فاتورة معتك فاتورة إذن راكن واحد تدخل ما يمكنكش تقول لي عودة بأن غير مهيكل ينافس بطريقة شريسة يخصنا نرجع لدراسة اللي دارت له كوميساري غير صحيح كذلك هذا الأمر هذا متكافئة أنا ومتستعملت غير شريفة غير متكافئة يعني لأنه حقيقة يعني كي اللي هو مهيكل غير متكافئة من أي ناحية يعني لأنه واحد كي خلص ضرائب ولا أخو المغا واحد عنده ديالشاج ولا أخو المغا لا 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 مش إشكل لا باش نتفاهموا أشمل احنا متنفاهمين بنا ثمانية وتسعين في المدينة غير مهيكلة فيك يتلقى ذو كي لا خطيذو كالميكروكريدي ثلاثة المليون وربعة المليون كي من الناس اللي هي الأرقان ما يتقدر تلقى شناو فاش تخلناهم في الميكروكريدي ستا باش يكون عندهم أرباح باش يقدر هو يهز دراسو ولكن هادو كامين ما كانش انفيكو اللي قا يقدر يدخلون في السوق المهيكل ما كانش الموقاوي الداتي دون خلينا جنا ساعدناهم فاش كبروه كامل في السوق غير مهيكلة دون كان واحد نقطة في الوقت اللي اشتغلنا باش نساعدوا الناس باش ياخدوا دي ميكروكريدي ولا باش نموكبوهم وما كانش عنا الفيكول باش نعطيهم كيفاش يدخلوا دون كانت تلقى بزاف نحنا نشتغل دوكا في الميكروكريدي في عشرين سانة كيقولك انا ما كراش كيفاش نخرج كيفاش دابا نصدر نخرج للسوق دابا اليوم كنقول عندك اسمح لي وقعت المقاول داتي اسمح لي ان اشتغلت على المقاول داتي كتير هو انه الناس دربت بطاقات دي المقاول داتي على اساس انهم الهروب او اللي يصبحوا مهيكالين ويصابوا الفواتر ديالهم ويصبحوا باش يشتغلوك في القطاع المهيكل ملقوش راسهم لا في استراتيجية الدولة لا في القوانين المبرمجة لا في عدد دي المسائل وكيقولك احنا عدنا العودة للرجوع الى القطاع الغير مهيكل قريبة ويكفي انها البطاقها تحلق مهيك ويصبحemos ذلك الشبابه سانساعدهم هل ان تحقف برنامجة لكي تكون مواكبوا هذه المقاولة اللي عندهم في القطاع مهيكالي لتسويق لا يمكنهم تحقق المقاولة الصغراء لكي تنزلوا دي النارات لن يأتي اتوجدها لم تطق النارات كيف ستجدوا لكي تشتغلوا في هذا النطاع باش نبينه بنا كين حلول ما يمتفق معك بنا لم ندر نواله تماما هذا السابق فهذا التزال اللي قال الأستاذ لأن الفرق اللي كان كبير بالأساس ما بين المهيكل وغير المهيكل هو مثلا على مستوى دي الاحترام القانون الشغل أنه مثلا ما كي تزبر في غير المهيكل من ناحية كلفة الأجور كتزبر ما كي يخلص شيء سميق مثلا للشخص كي يجب أن ما مصرحش به هدا في عالي هدا كيلعب واحد الدور في واحد الاتجاه اللي كي جعلت منافسة هل أسمى الشغل تنجو ولكن اللي كلاحظوه هذا من أغرب ما لاحظوه حالي النقاش اللي كيروج حوله لأن بين الإصلاحات المطلؤة اللي ربما هي اللي جاية في المستقبل هو إصلاح سوق الشغل ولكن نريد أن نصلح سوق الشغل بمفهوم غير مهيكل بمعنى الفلكسيبيليتي ما هي الفلكسيبيليتي هي اللي كاينة حاليا الصوم بورصومية في المرونة ديال تشغيل هي اللي كاينة في الخطع غير مهيكل واش خصنا نمشيو ندفعوا غير مهيكل الافتجار غير مهيكل على هدا المستوى هدا 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 من الأسئلة الأساسية ملاحظة أخرى في هدا اللي أسمحتي لي واحد جوج ديال ملاحظة مرتبطة بالدراسة واللي كجعلنا كدفعنا نفكروه في الفكرة المهمة الحالية لكي تنهضروا فيها بأن هناك عدم ملاءمة بين تكوين وسوق شون ماذا ألاحظ؟ ألاحظ بأن التخصوص بالنسبة لمعيقة تشغيل تحل في المرتبة الخامسة وهذا يجب أن نفكره فيها مزيان ماذا هي الـ 36 مقابلة تستحضروا ضعف النشاط هدا هرا أساسي وهذا مرتبط بالمقاولة الصغرى وفي منتهى الصغر يخص النشاط ويخص الكارنيت كومون يكون عنده لكي يجي مورها هذا اللي لحتو اللي يحصوها نتقشوف يقول لك الكلفة المرتفعة لليد العاملة وهذا كذي نقطة نقطة استفاة الثالثا غياب دعم الدولة هذا نقص تخصص في سوق الشغل إذن شحال 8% اللي كيقولوها معناه بأنه يجيب أن نعيد النظر حتى في هذه العلاقة اللي يكون هضروا عليها ما بين التكوين والسوق الشغل ونقطة آخيرة بالنسبة لمقاولة الكبرى كتخدم أساسا المهندسين والأطور العليا المهندسين والأطور العليا بالنسبة للمنتهى الصغر والصغيرة كتخدم متخصصا ماذا تقول ما هو مشكل بالنسبة المقاولة الكبرى بالنسبة للمهندسين بقى 4 دقائق وبقى عن المهندسين أنا غيك الماء غيك الماء بالنسبة للمهندسين 43% من هذه الشركات تعتبروا نقص الخبرة مشكل أساسي نقص الخبرة ما يسبقوا ذلك وأنهم أصلا هذه المقاولات ما عندهاش سيولة باش تقدر أنها تستثمر وبالتالي فالاستثمار هو فيه مرتبط بإنتاج الشغل فقط ثم يعني بالنسبة تكلم البحث حول بأن الإدارات وعيق ناشط المقاولات ولكن تكلم كذلك حتى على أجال يعني السداد بالنسبة لمازال تتمتد واشهد المشكل كنا تحدثنا في حلقة سابقة حول هذا الموضوع هل هو قائم بنفس الحدة أم أن الحدة دي له تزت بالنسبة التأخر في الأداء بالنسبة يعني الأداء دي الدولة يعني الشركات نخافض نسبيا صحيح سنقوله أنه كان هنا على مستوى كتلمسون ثم كان مقاولة نخافض نسبيا ولكن ما زال قائم وما زال حاد لماذا؟ لأنه أصبح هناك عرقلة على مستوى لغيفيزيون دي بخيد كتتمشي كيوقع لك غوجيد على لغيفيزيون دي بخيد وكان سبق لقد اتطرقت لها ماشي كنقوله بأنه سريع أداء المقاولات راه بأنه نقص من 70% نقص ل 30% لا شحال لنمبر دي دوسي اللي وقع لهم تم رفض ديالهم لأنك محترمتش لغيفيزيون دي بخيد عند كين مشكلة أخر دي المجموعة دي اللي واتطرقوا الأساتذة للحصول على شهادة باشت تسميسيوني في واحد المارشي بيبليك لاتيستاسيون فيسكال هاد النسلة كانوا اقتصاد غير ساليم ونزيد نقاضف إلى ذلك التبيض تبيض وخاصة التبيض اللي بدأ بنقن نسمع عليه دابا دي الأر غير 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 5% وأجي دخول السوق وغير يصبح عندك كل شي مبيض واشه هاد الشركة اللي غادة تنتج مورا تبيض دي الأموال واشه غادة غادة ما تأثر ولا ما تأثر على الشركة اللي كتشتغل في الساليم وبغى تطور رأسها وبغى تعتمد يعني أطر أكفأ يستحيل أنه ما يمكنش يكون عندهم نفس المستوى دي المنافسة نرجع وثاني للتأخر في الأداء بالنسبة للشركات دي الدولة يعني اللي عندهم الأوطنومي فينانسي واللي كنشتغل معاملة شخصية بعجال بعجالة هناك شركات اللي ما زال تتعنت وما كتخلش وعدنا وطائق وعدنا لشي حاجة اللي يجيونك ما عندناش فلوس إذن إشكالية كبيرة ومشاكل طرحها هذا البحث ديال أش سابيل من دوبيا ساميل تخطيط يعني هناك حلول عدة لتخلينا أن المقاولات هاللي قوية وتقدر تكون مقبلة على استثمار المنتجة يعني في التوصيف ديالك أنت يعني رئيس لجنة مقاولة صغرى جدا المتوسطة والكبرى مقاولة التذاتي والعلاقة ما بين المقاولة الصغرى والكبرى ماذا تعني العلاقة ؟ علاش العلاقة ما بين المقاولة الصغرى تكن امنوا بإنه إليم بغاين ديرو نظام جديد هذو يتكلمون وفهمون بإ Yaz المقاولة الصغرى م spreading صداقة Mних إwd الإمكانيات إِبداع لما ترى المقاول الكبرى ولهذا يريدنا أن نعمل في واحد الابليكاسون لكي نفعل المجال لكي المقاول الصغر يقدر يقدم الخدمات ويقدر يقدر يقدم نفسه ونبينه المقاول الكبرى ستعطيه إمكانية اليوم فرص شغل وفرص بيزنس للمقاول الصغرى لأننا نأمنه ونحن نخرجه من الهضرة ونرى الأرض الواقعة الأرض الواقعة هو البيزنس المقاول الصغرى يقول لك كل شيء هضرة أعطيني البيزنس في عشرة ثواني الأفاق لأن النسيج المقاولي عشرة ثواني أفاق النسيج المقاولي في المغرب في كلمة معدوة تتمرقش وقت لا أنا لك أهمني بالدرجة لأن النسيج العالي إلا ما قمناش بعادة هيكارية الاقتصاد لأن الاقتصاد المغربي هو اقتصاديات إلا ما قمناش ندمجه الاقتصادية بالأخر ونرى في اتجاه مثلا العقلانة هذه الاقتصاد لا يمكننا أن ندبه بعيدا ولكن الملاحظة الأساسية في هذا الأمر كذلك وهي منهجية المقاول أو رجل الأعمال ما يلاحظ حاليا أن منهجية المقاول أو رجل الأعمال هي منهجية ممتلكاتية بالنسبة له المقاولة هي إنشوز شيء هي إنشوز هي إنشوزي في كاسيون واضح دي المقاولة ومالضروري أننا نعيد النظر في هذا الأمر في كلمتين في كلمتين أربع نقط بعجلة لا لا بقشربعة نقط مرحب مرحب تطوير قلنا نرقص على تطوير العدالة لتسريع بالملفات وخاصة الملفات التجارية نأمل خيرا 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 في المهمة التي يكلف بها السيد صلاح الدين بن موسى شاكيب بن موسى فيما يخص تنمية الجهوية الموسعة إلى غير ذلك وإرجاع تقيقة سيشاكيب بن موسى سيتكلف ورئيس النموذج الدموية الجديدة تماما نأمل خيرا في هذه المؤسسة وإرجاع تقيقة بين الدولة وقطع الخاص واضح أستاذ إبراهيم جابري ومقاول مدير مكسب دراسات محمد شيقي الرئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلاب وزكريا فهيم رئيس لجنة المقاولة الصغر جدا المتوسطة والكبرى والمقاولة الداتي سجوام مشاهدينا وشكرا لكم ضيوفي الكرام على هذا الحضور المتميز مشاهدينا شكرا على المتابعة إلى اللقاء